إلى موضوع نقاشنا في حلقة اليوم حيث تعرض المواطن اللبناني جوزف بجاني إلى عملية اغتيال بإطلاق النار عليه على يد مسلحين مجهولين وظهر في فيديو مصور لهذه العملية شخصان سارعا إلى مباغتته بعدما وضع أطفاله في السيارة لنقلهم إلى المدرسة وأطلقا عليه ثلاثة رصاصات من مسدس كاتم للصوت وبحسب ما وثقه شريط الفيديو فإن الاغتيال تم باحتراف عال هذه الجريمة تأتي بعد نحو الشهر على جريمة قتل العقيد المتقاعد في الجمارك مونير أبورجيلي الذي أوجد جثة داخل منزله في قرطب قضاء جبيل مصابا بضربات على رأسه من آلة حدة قرية الكحالة بدأت صباحها بجريمة راح ضحيتها مصور وأب لطفلتين كان يستعد لإيصالهما إلى الروضة فرحا بقرب الفرج حين قتله مقنعان رصدتهما كاميرات المراقبة جو عام قل لك أنه التأينا آخر مرة من أربعة شهر يعني بس قال لي خلص ما بنعيش بقى قبل بنين يعني من بعد هالحيل السبعة عشرين وواواوا قال لي خلص أنا فكر خلص بدي أدي مرائع على الهجرة لو بعد سنة سنتين ما بنعيش بقى ونتفاجأ أنه قبل بجمعة تقريبا أجيت الأوكي يعني كان خلص بديوا سفر على كندا يعني وهو صار اللي صار فرحة لم تتم وفاجعة صدمت القرية جريمة بكاتم صوت لم تخرس سيل الأسئلة حول الدوافع موضوع هو عملية اغتيال لجو قدام بيته ومثل ما ظهر الفيديو حتى ما نشرح هلأ تساؤلات الناس وهيدا طبيعي بحسب ما بشوف نقطة أولى منستبعد كليا القتل الشخصي أو بدافع شخصي لأن الفيديو بدل على أن هذه العملية بتحضار لفريق واستطلاع وتدريب فهي بنستبعد كليا الناس لا يستبعدون فالمصور ساهم في توثيق انفجار مرفأ بيروت والجنات سرقوا هاتفه واللبنانيون فقدوا الثقة في التحقيقات في بلد لا تزال العدالة فيه بعيدة المنال نبطل يتخص عم تخص الكحالي بس يعني اليوم كل لبنان نخدم باري وحتى بره يعني اتصالات كلها عم تجينا لأن هيدا اليوم جو بكرة غير جو وما فينا هيك يعني بدم باري يفوتوا ناس يقطلوا واحد قدام بيته يعني هيدا بده ينوضع لحد وزا منوضع لحد يعني ومن كمشو وتعيقبوه فيه شغل كبير كتير يعني يعني رايحين رايحين كتير نزود يعني وما عرف رمان بدا نصار وزير الداخلية المؤقت وعد بالعثور على الجنات في سلسلة من الوفيات والجرائم الغامضة في بلد يرفرف علمه في سماء حزينة لنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت يوسف دياب الكاتب السياسي أهلا بك سيد يوسف إلى شبابيك إذن عملية اغتيال وقتل جديدة لجوزف برجاني في لبنان وجميع المعطيات تدور حول تحليلات وتساؤلات لم يخرج إلى الآن أي معلومات موثقة أو رسمية لماذا برأيك؟ مساء الخير بالفعل يعني الجريمة غامضة والجريمة معقدة نسبيا حتى الآن يعني رغم مرور حوالي أسبوع على الجريمة الأجهزة الأمنية والقضائية لم تتوصل إلى أدلة ولم تستطع الإمساك برأس الخيط سوى أن مراجع قضائية وصفت الجريمة بأنها جريمة احترافية ومدبرة وأن الجنات كانوا يراقبون القتيل قبل تنفيذ الجريمة بوقت طويل بدليل أنهم كانوا يراقبون أو يدركون وجود كاميرات المراقبة في المنطقة الجنات أقدموا من مكان خلفي وكانوا يتقدمون باتجاه سيارة المجني عليه بمعنى أن كاميرات المراقبة كانت تصورهم من الخلف وعندما أطلقوا النار على المغدور وأجهزوا عليه يعني تابعوا سيرهم باتجاه المناطق الوعرة والأحراج بمعنى أنهم لم يستديروا ويعودوا من حيث أتوا لأنهم يدركون أن كاميرات المراقبة قد تلتقط صورهم لذلك أنا أعتقد أن الجريمة معقدة ومدروسة وهي تحتاج وقت طويل لكشف ملابساتها خصوصا كما تفضلت وقلت في مطلع الخبر بأن هذه الجريمة ليست الوحيدة الغامدة وربما لن تكون الأخيرة واضح أن لبنان بات مكشوفا أمنيا ومفتوح على كل العمليات التصفية والاغتيال السياسي وغير السياسي المفاجئ أيضا في الأمور بحسب المعلومات الأمنية والقضائية التي استقيناها أن هذا الشخص لا توجد عدوات شخصية بينه وبين أحد لا توجد خلافات مالية أو عائلية أو اجتماعية مع أحد من منطقته ولا أشخاص من خارج المنطقة وبالتالي الجريمة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتمحيص حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أستاذ يوسف إذا كنت تتفق مع التكهنات والتحليلات التي خرج بها بعض الناشطين والصحفيين عن دوافع هذه الجريمة وهي ربطها بموضوع انفجار مرفأ بيروت إذا كنت تتفق مع هذا الموضوع برأيك جوزيف بجاني الله يرحمه هل هو بموقع ما قد يشكل خطورة هل بمجرد عمله كمصور في هذا المرفأ هل قد يشكل أو يحمل معلومات قد تشكل خطر يعني أنا بصفة صحافي قضاء متخصص في الشؤون القضائية والأمنية تابعت هذه النقطة مع كثير من المراجع مع المدعي العام التمييزي في لبنان مع المحقق العدلي في قضية المرفأ لم يرد اسم هذا الشخص ولا في التحقيقات الأولية ولا حتى في التحقيقات التي يجريها القضاء في هذه المرحلة مسألة التقاط صور دقيقة للمرفأ أنا أعتقد أنها تحتاج إلى تدقيق وإلى تمحيص قبل أن تعتمد هذه الرواية لأنه كما تعلمين أنه عند حصول الانفجار في المرفأ يعني كان عشرات الأشخاص لا بل مئات الأشخاص اندفعوا إلى تلك المنطقة والتقطوا صور وأعتقد أنه لا شيء سري في الصور التي يحكى عنها ولكن هو فقط الحديث لأنه الحديث كان أنه ليس فقط التقط صور أثناء الانفجار أو بعده إنما هو كان يعني يعمل بشكل أو بآخر يصور بشكل أو بآخر مواقع قد تكون عسكرية أو يعني مواقع لها خصوصية ما يعني في المرفأ لا توجد نقاط عسكرية إذا كان هناك غمز من قناة أن المواد التي انفجرت هي ربما البعض يقول أنها تابعة لجهات حزبية أو البعض ذهب للترجيح أو لحزب الله أو للنظام السوري نقول بأن هذه المواد انفجرت ولم تعد منطقة عسكرية يعني المرفأ عندما تفجر لم يعد منطقة عسكرية إلا إذا كانت هناك عمليات تصوير إلى مرحلة ما قبلا في جار المرفأ وربما إلى مراكز والنقاط هي خارج مرفأ بيروت عندها يمكن أن يبنى على هذه المعلومة وربما البعض يذهب باتجاه استنتاجات أخرى وسلك قنوات أخرى للوصول بالتحقيق إلى مبتغها أنا أعتقد اليوم أن المسألة لا تزال في إطار جمع المعلومات في إطار البحث عن قيوت لكن أيضا في نفس الوقت هي جريمة صعبة وجريمة معقدة وتثير المخاوف من أن اللبنانيين باتوا مكشوفين أمنيا وأي مواطن بات مرشحا للقتل سواء في منزله أو في طريقه إلى العمل أو حتى داخل منزله طالما أن الدولة غير قادرة اليوم على الإمساك بالوضع الأمني الدولة اليوم منشغلة بالهموم الاقتصادية والمعيشية والأجهزة الأمنية والقضائية وحتى العسكرية الموجودة لدينا ليس لديها العديد الكافي لضبط الوضع أو لبراقبة الوضع على كل الأراضي اللبنانية وعلى كل الحدود اللبنانية نعم هذه الجريمة والتي سبقتها جريمة اغتيال العقيد أبو رجيلي نعم تثير الكثير من المخاوف وهناك العديد من عمليات الاغتيال التي حصلت في السابق وعمليات الخطف لم يكشف عنها حتى الآن ولم يعرف مصير ضحاياها لذلك نحن نقول اليوم أن هذه الجريمة تؤشر إلى دخول لبنان في مرحلة بالغة التعقيد موضوع التكاهنات هنا بخلفية ودوافع الاغتيال خاصة بالنسبة للمصورة جوزيف باجاني وإن كان ربما مبرر نوعا ما وإن كنت تتفق مع هذا الرأي بنسب خلفية ودوافع اغتيال أبو رجيلي بحكم عمله في الجمارك والمرفأ بفترة من الفترات هذا الخلط إلى أي درجة يؤثر على سير التحقيقات بالمجمل وإلى أي درجة الآن لبنان يحتاج فعلا بأن يتم الكشف عن الملابسات ولو قضية اغتيال واحدة في ظل هذا الانفلات يعني قبل أن نبحث عن الدلائل التي توصل إلى من قتل العقيد أبو رجيلي ومن قتل جوزيف باجاني علينا أن نقف متألمين ومتأملين أمام الهجم التي تعرض لها القضاء على خلفية الإدعاءات التي طالت سياسيين في ملف المرفأ سيدتي نعم نحن في بلد تحكمه شريعة الغاب ولا تزال تتحكم به ميليشيات السلطة أقول ميليشيات السلطة لأنها هي كانت ميليشيات الحرب التي نصبت نفسها حكاما على اللبنانيين وبالتالي عندما طالت الملاحقة أحد أو بعض رموز هذه السلطة الفاسدة شهدنا الهجم على القضاء في ملف المرفأ وكيف توقفت التحقيقات منذ أسبوعين حتى الآن وهي مرشحة للتطيير بشكل كامل وكبير عندما جرى الادعاء على وزراء سابقين وعلى رئيس الحكومة نعم أنا أقول لك إذا كانت مسألة بحجم مرفأ بيروت التي يشكل ثالث انفجار في تاريخ العالم لم يرف جفن لدى المسؤولين اللبنانيين وكانت لديهم الكثير من الوقاحة والجرأة لوقف التحقيقات ولفرملة التحقيقات فما بالك بأشخاص مثل جوزيف بجاني ومثل أبو رجيلي هذه الوقاحة والجرأة التي تصفها سيد يوسف وإذا كان بالإمكان إجاز يعني الإجابة على السؤال التالي هل هذا يعني الآن بكل هذا الانفلات الأمني الموجود في لبنان وكل ما يحصل هل هذا يعني بأن الشعب اللبناني الآن هو فعلا لا حول له ولا قوة أمام كل هؤلاء المتنفذين والمتحكمين بالبلد أم أن الشعب اللبناني يتحمل جزء من هذه المسؤولية بسبب نقطة الطبعية الطائفية التي اعتقد الجميع بأن الثورة التي حدثت منذ فترة قد تقضي عليها ولكنها لم تفعل يعني كما تفضلت نموذج الثورة كان يشكل بارقة أمل للبنانيين لإحداث تحول ما في حياتهم السياسية وحياتهم الاجتماعية لكن الانقضاض السريع على الثورة من قبل رموز هذه السلطة تخوينها قمعها ضربها يعني محاصرتها في أكثر من مكان قتل العديد منها فقع عيون عديد من الناشطين كل ذلك يوحي بأن سلطة الميليشيات لا تزال أقوى من دعوات التغيير ومن إرادة التغيير في لبنان للأسف الشديد اللبنانيين باتوا بقناعة تامة بأن هذا البلد لا يمكن أن يتغير حكامه إلا بوصايا خارجية أو بتدخل خارجي وهذا ما بدأنا نسمع دعوات من أجله من اللبنانيين السياديين الذين كانوا يأملون بأن يكون القرار اللبناني السيادي بكل ما للكلمة من معنى باتوا يتمنون الوصايات الأجنبية على هذه الطبقة الحاكمة التي أفقرتهم ووضعتهم تحت الأرض شكرا لك من بيروت الكاتب السياسي يوسف ديابل